رصاصة جديدة سددتها الحكومة الشرعية إلى جسد الانقلاب الميليشاوي أو هكذا باتت الصورة بعد أن قامت الشرعية بصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا ابتداء من العاصمة صنعة الأمر الذي يعيد إلى ذهنية المواطن حضور الدولة كفكرة ومسؤولية فبعد أشهر عدة عاد الموظفون إلى الوقوف أمام البنوك والمصارف في مفارقة تظهر الفرق بين الميليشيا الطفيلية التي تتغذى على قوت المواطن وبين الدولة التي تستمد قوتها وشرعيتها من الإيفاء بالتزاماتها تجاهها الحكومة لم يكن من السهل عليها الإيفاء بالالتزامات فقد تمنعت الميليشيا في البدء عن تسليم كشوفات وبيانات الموظفين وهو ما جعلها وجها لوجه أمام استمرار معاناة الناس لكن الأمر جرى بعد ذلك عكس إرادة الميليشيا التي أجبرت على إرسال البيانات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن فكانت صنعاء وقطاع التربويون بالذات أولى المستفيدين من وصول المرتبات الأمر الذي أثار التخوفات لدى بقية المحافظات والقطاعات العامة المدنية والعسكرية من توقف عمليات الصرف عند هذا الحد يأتي الرد بتصريحات صحفية من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي أكد أن الحكومة ماضية في صرف مرتبات جميع المؤسسات التي اتزمت بتسليم بياناتها للدولة بن دغر أي ظل مفوت الإشارة إلى أن الميليشيا لا زالت تستولي على 300 مليار ريال تأتيهم من الضرائب والجمارك والاتصالة وهو ما يعني أن الميليشيا تسخر كل تلك الموارد لصالح مجهودها الحربي في حين رمت بمسؤولية المواطنين على الحكومة الشرعية وفي ذلك عبرة لمن يتفكرون